أعلنت قيادة عمليات سامراء العثور على كدس للعبوات الناسفة في جزيرة غرب سامراء وقالت القيادة في بيان لها أن الكدس يحتوى على 68 عبوة قمعية و 64 مصدرات تفجير و 45 صاعقة تفجير في الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين مضيفة أن العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية تفيد بوجود هذا الكدس في المكان أعلى وتابعت القيادة أن قطعاتها تمكنت من إلقاء القبض على خمسة مطلوبين في مواد قانونية مختلفة وتسليمهم إلى الجهة المختصة